اشتركوا في القناة مقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين واللواء أحمد الأشعى المدير التنفيذي للصندوق وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والتنصيق مع الجهود المعنية في الدولة فلا عن المبادرات المقترحة وتوجهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفدين من الصندوق خلينا بس في البداية نشيد بدور فخامة الرئيس بأن يكون في صندوق لمن دفعوا دمهم من أجل رفعة هذا الوطن وهما الشهداء سواء كانوا من المدنيين أو من القوات المسلحة والشرطة كل الاحترام والتأدير لهم وعايزين تعليق حضرتك على الخبر طبعا الصندوق ورعاية الصندوق الخاص بتكريم الشهداء والمصابين اللي يكون في المعلوم يعني هو لا يشمل المصابين والشهداء في الفترة الأخيرة فقط ولكنه يشمل الشهداء والمصابين في معظم أو غالبية أو كل الحروب والعمليات العرهابية التي ضح فيها رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والمدنيين قدم فيها هؤلاء أرواحهم فدايا للوطن سواء من أيام الحرب في سيناء أو العمليات العرهابية أو حتى حدث الإسماعيلية الشهير الذي يعود لددائي خمسينيات القرن الماضي يعني هناك الكثير الكثير من المستفيدين من هذا الصندوق ومن هذا القرار الذي أصدره السيدة الرئيسة الفتاح السيسي على مستوى الجمهورية يعني من شمال مصر إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها كثير من الأحفاد ومن الأبناء ومن ذوي الشهداء والمصابين سوف يستفيدون من خدمات هذا الصندوق وهي لفتة طيبة ولفتة عملية أيضا يعني لفتة عملية أكثر من البروباجندا التي نراها في بعض الأحيان من جانب بعض المسؤولين سواء كانوا محليين أو معارضين من الخارج يعني هذا عمل ملموس وواقعي وقوي ومباشر ويمس كثير كثير من المواطنين يعني تخيل مثلا واحد جده ولا أبوه ولا حد من أريبه كان قد قدم روحه فداء للوطن سواء مات أو استشهد في عملية إرهابية أو في عملية دفاع عن الدولة في الحروب التي خضتها مصر أو حتى في الكفاح ضد الاستعمار الأجنبي كل هؤلاء من ذويهم ومن أحفادهم ومن أبنائهم سوف يستفيدون من هذا الصندوق هذه كما قلت لمسة طيبة وعملية ومباشرة وتخدم الكثير من أبناء الدولة المصرية وتقدم المزيد من الخدمات لصندوق تكريم الشهداء والمصابين وأبنائهم سواء على المستوى التعليمي أو المستوى الصحي أو غيرها من خدمات تقدم لأبناء الشهداء في هذا الصندوق أستاذ عبدالسطار برحب بحضرتك مرة تانية في صباح مين يا مرحبا أستاذ أستاذ مرينا كيفك عملي الله خليك الحمد لله ننتقل للخبر اللي بعده بيقول الرئيس عبدالفتاح السيسي يعرب عن تقديره لحجم استثمارات شركة بريتش بتروليوم في مصر رئيس التنفيذي للشركة بيرنارد لوني استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور المهندس طارق الملة ووزير البترول وزير البترولي المهندس طارق الملة والسيد نادر زاكي الرئيس الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفراقيا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة وستثمارات الشركة البريطانية المتنامية في مصر بما لها من إسهام في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول وبما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة مؤكداً الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية وبما يشمل مجال خفض الانبعثات وتحول الطاقة بالإضافة إلى إنتاج الهايدروجين الأخضر سعياً لزيادة الاستكشافات والإنتاج وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقدمة إحنا بنتكلم عن شركة بريتش بتروليم اللي هي تعتبر من أكبر شركات النفط في العالم ومتعاونة مع مصر من 60 سنة تقريباً فالشركة دي بتخطط كمان الفترة اللي جاية لاستثمارات بتصل لتلاتة ونص مليار دولار فإحنا محتاجين نتكلم عن أهمية تعاون مصر مع هذه الشركة وأهمية كمان التحول الأخضر الفترة اللي جاية ما خبش عليك في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة هناك صراع دولي حول موضوع الطاقة يعني لا أقف عليك أن هناك بعض الدول تحارب مسألة التحول إلى الطاقة الخضراء وتحارب مسألة التحول بعض الدول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتدول الطاقة يعني تريد أن تستمر في احتكار هذه العملية وللأسف شديد يعني بعض الدول هي دول صديقة أو قريبة أو حتى عربية لكن مصر لديها رؤية دولية فيما يتعلق وإقليمية أيضا فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل طبعا شركة بريتش بتروليم هي شركة تعمل في استخراج النفط والطاقة الملوثة للبيئة في السنوات الأخيرة وفي العام الماضي أو أعتقد في الشهور الماضية مصر استضافت أو نظمت المؤتمر الدولي للمناخ وهذا المؤتمر طبعا يهدف إلى تقليل الإنبعاثات والتقليل استخدام الطاقة غير النظيفة والتحول إلى الطاقة النظيفة طبعا مسألك هذه تحتاج إلى فهم عالي ومسؤولية تجاه المجتمع البشري بشكل عام وتجاه المجتمع المحلي لأن ارتفاع درجة الحرارة في الأرض يؤدي إلى مشاكل في أماكن مختلفة من العالم حتى لو كانت الدولة المتضررة ليست سببا في ظهور الإنبعاثات الحرارية ورأينا حرائق خلال هذا العام في هذا الصيف في إيطاليا وفي تونس وفي الجزائر وفي اليونان يعني حرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة وأعتقد كما يعتقد كثير من الخبراء المختصين بأن ارتفاع درجة الحرارة سببه هو تلوث الكوكب الأرض لهذا مصر حين تتعامل مع بريتش بتروليوم أو غيرها من الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الطاقة تضع نصب عينيها المقرارات الدولية والمقرارات الإنسانية بشكل عام الخاصة بتقليل الإنبعاثات لحماية كوكب الأرض هذا يتطلب طبعا تعامل خاص مع هذه الشركات محاولة لإقناعها بضرورة أن تكون عملية الاستكشاف وعملية الانتاج للغاز والبترول وفقا لإجراءات معينة تؤدي لحماية كوكب الأرض لا أخف عليك أيضا أن التقارير الأمريكية تقول أن كثير من الشركات الكبرى لا تريد أن تتخذ الإجراءات التي تقي من كثرة الإنبعاثات مصر من موقعها ومن مسؤولياتها ومن رعايتها لمؤتمر المناخ الأخير تحاول بقدر الإمكان أن تقنع هذه الشركات وأن تتعامل معها بمسؤولية وأنا أعتقد أن شركة بريتش بتروليوم اتخذت إجراءات تتوافق مع البيعة وما زالت تتخذ هذه الإجراءات واللقاء السيد الرئيس واستقبال السيد الرئيس عفتاح السيسي للسيد برنارد لوني الرئيس التنفيذي للشركة ولقاءه حتى مع المهندس طارق الملة وزير البترول المصري وطارق المعدنية يعني يؤدي إلى رسم سياسات جديدة وإلزام الأطراف المختلفة على ضرورة الالتزام بالمقرارات البيئية الدولية فيما يتعلق بتقليل الإنبعاطات الحرارية ويعني أنا أعرف السيد نادر زاكي الرئيس الأقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو رجل مارن ومتجاوب ويعني يضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بضرورة الالتزام بالمقرارات الدولية الخاصة بتقليل الإنبعاطات هذا أمر مهم للغاية وهو فيه جانب إنساني ومسحة تتعلق بمسؤولية مصر تجاه المجتمع الدولي وتجاه المنطقة وتجاه شعبها في الداخل المصري ناخد مع بعض الخبر اللي بعده رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة تبع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة في اجتماع عقدة بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتقددة ودكتور أهل السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ودكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والمهندسة نهاد مرسي المشرف على قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية بوزارة التخطيط وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا في مجالات الزراعة وبدل ما يلزم لدفع سير العمل بها مشير إلى أنه يأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع مستقبل مصر والدلتة الجديدة التي ستهدف استصلاح وزارة زراعة نحو 2 مليون فدان ونصف تضاف إلى الرقعة الزراعية إحنا شايفين طبعا بإحنا بنتكلم عن الدلتة الجديدة ومستقبل مصر وطبعا أن الدولة بتطمح أن يكون عندنا اكتفاء ذاتي بالنسبة للزراع وبالتحديد في الأمح طبعا نظرا الأمور اللي بنمر بيها العالم كله بالنسبة للاستراد القمح من أوكرانيا وروسيا وأيضا السودان وفكرة كمان السعي وراء أن يكون فيه دايما بدائل ورواق السسمار وزيادة الإنتاج بالنسبة للأمور الزراعية تعليق حضرتك وخليني في البداية أقول لك أن يعني أنا كما أحب رعي الغنم بصفة رجل بدوي أحب أيضا الزراعة وأحيانا يكون لديك مثلا حوالي 20 فدان أو 50 فدان مزرعين بالزتون أو بالتين ويكون عندك 50 أو 60 شجرة يعني في مساحة صغيرة للغاية مصابين بأمراض معينة فيهم مشاكل ماء المية ما بتوصلهمش عصابهم ميكروب فبدأت أن أنت تحاول التخلص منهم أو معالجتهم يعني عزلتهم عن باقية المزرعة ممكن يجي واحد يعني مش عايز لك الخير وعايز يحربك وعايز يطلع لك الشرور يصور هذه المجموعة من الأشجار التي تم عزلها ويقول لك المزرعات اللي بيعملها فلان الفلان فاشلة طيب يا سيدي ما تنظر نظرة عامة نظرة واسعة حقق في الموضوع قدم لي معلومات تفصيلية عن هل تم تخريب هذه الجزئية الصغيرة أم تخريب كل المشروع الخاص بي أنا طبعا أمر بالسيارة من طريق الدلتة الجديدة وتستطيع أن ترى الدلتة الجديدة من طريق الضبع الست أكتوبر هذا الطريق الدولي الجديد الممتاز الضخم الذي يسر الخدمة لكثير من المسافرين تستطيع أن ترى الدلتة الجديدة وتستطيع أن ترى مشروعات مستقبل مصر وتستطيع أن ترى المساحات الخضراء الشاسعة والواسعة والكبيرة التي حولت الصحراء من لون أصفر إلى لون أخضر لا يمكن أن تأتي إلى جزئية صغيرة في هذه المزروعات وتسلط عليها الضوء سواء بالكاميرا أو بالكتابة وتقول أن المشروع فاشل وأشياء من هذا القبيل كما يتردد أحيانا وهو أمر طبعا يثير الإحباط ويثير الصحط لدى كثير من الناس المشروعات هي كبيرة للغاية لدرجة أنك لا يمكن أن تأخذ كثيرية وأن تتحدث عنها المشروعات في الحقيقة حولت المناطق التي كان فيها الغام المناطق التي كان فيها رمال يعني أنت تعرف أن الزراعة في الصحراء أمر صعب للغاية لأنه في الرمال الصفراء لا يمكن أن تزرح هكذا لابد من استيراد أو جلب تربة جديدة من مناطق بعيدة لابد من جلب السباخ أو السماد الطبيعي والعضوي هناك أشياء كثيرة جدا تتطلب جهد وتعب ومجهود كبير لزراعة ملايين الأفدنة وتحويل الصحراء الجرداء من منطقة صفراء إلى منطقة خضراء يعني هذا مجهود كبير وأعتقد أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولة وبتوجهات السيد الرئيس عفتاح السيسي تعمل على قدم وصاق يعني التوسع في زراعة الصحراء ويمكن السيد الرئيس في لقاءه في السلوم مع القيادات المحلية تحدث عن هذا الموضوع وأن مسألة الزراعة تخدم المجتمعات المحلية وتخدم أيضا حتى المجتمعات البعيدة يعني هو حتى أنا أتذكر أنه قال لبطوع مطروح من تتقدره لما يبقى فيه زراعات في المشروعات الجديدة تقدره تنشطه وتمرسه العملية الزراعة والتجارة في المنتجات وأشياء من هذا القبيل منتوش كلا غاية مطروح يعني المنطقة مفتوحة خاصة بعد أن تستكمل شبكة الطرق فيما يتعلق بالقطارات وبباقي الطرق البرية لهذا سيد الدكتور مصطفى مجبولي واجتماعه مع عدد من السادة الوزراء ومع المهندسة نهاد مرسي المشرف على قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية بوزارة التخطيط كل هؤلاء المسؤولين يهدفون إلى بالفعل كما أشرت وكما قلت حضرتك أستاذ مايكل أن هناك محاولة للتغلب على المصاعب التي ظهرت في العالم في الفترة الأخيرة ومنها الحرب الروسية على أوكرانيا ننتقل الخبر اللي بعد وهو خاص بالاستعداد للمدارس تابع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعا مع دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عددا من ملفات عمل الوزارة بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة في مستهل اللقاء أكد وزير التربية والتعليم حرصه على متابعة جهود هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وجهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلام لطلاب المدارس والعملين بالمؤسسات التعليمية كافة مشددا على أنه تم التوجيه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لكل المباني التعليمية على مستوى الجمهورية واستبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس تعليق حضرتك على هذا الخبر طبعا أريد أن أشير فقط إلى أن اجتماع الحكومة في العالمين الجديدة يعني لا ينبغي أن يمر مرور الكرام العالمين كانت منذ سنوات قليلة منطقة خطرة للمرور فيها يعني حتى لما تمر بالسيارة أو على دابة أو على قدميك هناك هاجس بأنه يمكن أن ينفجر فيك لغم ويمكن أنا كنت من من شاهدوا الفترة التي كانت فيها العالمين منطقة صعبة للغاية منطقة ألغام منطقة لا يمكن أن يصير فيها تحولت اليوم إلى مدينة وإلى مناطق زراعية وإلى مناطق فكانية وإلى مشروعات صناعية فيها الكثير من الترفيهية والسياحية أيضا يعني فيها الكثير الكثير من الأشياء التي تقول أنه لم تكن هناك ألغام هنا لا في الحقيقة كانت هناك ملايين من الألغام تحت الأرض وفي منطقة العالمين وبسواعد المصريين أمكن إزالة كل هذه الألغام وفتح باب جديد للاستثمار يعني أنا فاكر زمان كنت مراسل الصحفي لأحد الصحف الدولية وبعدين رحت الجوة العالمين عشان أشوف المواطنين المحليين وسط الألغام فاضطريت أني أركب حمار لأن بتوع الصهيرات قال لك لا ما نقدرش نمشي في المنطقة عشان نخيصي الألغام فحد من المواطنين صورني وأنا ركب الحمار وبعد تالي كورنانو نشر التحقيق الصحفي وأنا ركب الحمار فقعدوا فترة طويلة يتريعوا يقول لك مين المناصمنا اللي ركب فوق الحمار ولا الحمار نفسه فالعالمين أنا لي معها سنين طويلة وحين أراها اليوم خالية من الألغام وفيها اجتماعات للحكومة وفيها مزروعات وفيها مشروعات خاصة المشروعات السياحية فهو عمر مصدر فخر كبير أن تكتمل حكومة وأن تبحث مخططات الدراسة للعام الجديد في العالمين الجديدة أنا أرى أنه موضوع مركب ويتكون من شرطين الشق الأول الذي أشرته إليه وهو المعاناة والمكابدة التي قام بها المصريون وعلى رأسهم طبعا الجيش المصري لأن الجيش المصري هو من كان يقود عملية تنظيف العالمين من الألغام والشق الثاني هو الشق الخاص بما أصبحت اليوم تقوم بالحكومة انطلاقا من المقرات الموجودة في العالمين وهي تثبت قدرة المصري على تغيير الواقع اجتماعات سيد رئيس الوزراء مع وزير التربية والتعليم للاستعداد للمرحلة الجديدة طبعا المرحلة الجديدة تأتي في ظروف اقتصادية كلنا نعرفها هي ظروف صعبة للغاية وعملية شراء الملابس والكتب ودفع المصريف وغيرها من تفاصيل تحتاج في الحقيقة إلى وقفة من الحكومة وتحتاج إلى تنبيهات مبكرة من الحكومة بأن غير القادر لابد أن يتم إجراء دراسة بشكل عاجل وسري لأحواله وأحوال أسرته الدولة لديها القوانين والتعليمات والتوجهات بالنجير القادرين يستمروا فيها الدراسة والجهات الخيرية المختلفة سواء كانت رسمية أو غير رسمية تقوم بسداد المصروفات بالنيابة عنهم الكثير من التفاصيل الأخرى التي تتعلق بجهزية المدارس هناك مدارس ما زال فيها عمل تحتاج إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات مبكرة وهو ما قام به سيد مصطفى مدمولي مع سيد وزير التربية والتعليم أن تتخذ إجراءات مبكرة لنقل التلاميذ إلى مدارس أخرى وهي بالمناسبة ليست كثيرة هي قليلة وموجودة في بعض المناطق على مستوى الجمهورية غير ذلك الاستعداد للفتح المدارس هو أمر ضروري للغاية وتناقش فيه سيد الدكتور مصطفى مدمولي مع سيد وزير التربية والتعليم الدكتور رضح جازي وأعتقد أنه بمجرد ما تبدأ العملية الدراسية هذه السنة سوف نرى انفراجة كبيرة ووضع مختلف عن مكان عليه في السنوات الماضية العام الدراسي 2023-2024 أقول مرة أخرى أنها يأتي في ظروف اقتصادية صعبة لكن يمكن التحايل عليها من جانب غالبية العظم من المواطنين ويمكن الدافع بالأولاد والشباب إلى المدارس في المرحلة الجديدة وفي السنة الجديدة ونأمل أن يكون هناك قدر كبير من التفاؤل وعلى الأقل تحية العلم وتقديم الإزاعة المدرسية والاطمانان على صندواتشات في الشنطة وكثير من الأشياء يمكن أن نرى في العام الدراسي الجديد بفضل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي ودكتور رضا حجازي فيما يتعلق بالاستعداد للعام الدراسي الجديد ناخد مع بعض الخبر الأخير وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية ديمتري روسيا تزود نفسها بجميع أنواع الأسلحة وبكيميات تجاوزة الاحتياجات الحالية أعلم نائب رئيس مجلس الأمن القوم الروسي أن بلاده تزود نفسها بجميع أنواع الأسلحة وبكيميات تجاوزة الاحتياجات الحالية لقوتها المسلحة وقال أيضا في تصريح أننا نزود أنفسنا بكل أنواع الأسلحة وبكيميات تجاوزة الاحتياجات الحالية للقوات المسلحة ويعمل مجتمعنا الصناعي العسكري في ثلاث نوبات مؤكدا أن بلاده ستنتج أكبر عدد ممكن من الأسلحة لحماية الوطن بشكل فعال وخلينا أقول لحضرتك وما زالت الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة وشايفين الأمور بتزداد سوءا هناك تصريحات من الجانب الأوكراني وأيضا تصريحات من الجانب الروسي وأيضا هناك تصريحات من المجتمع الغربي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وحالك شايف الخبر ده إزاي والله غالبا ما قاله سيد مدفيدف نائب رئيس مجلسة من القوم الروسي عن أن بلاده تزود نفسها بكل أنواع الأسلحة وأنها جاهزة والمصانع شغالة وهذا الكلام أعتقد أنه كلام يغنب عليه الطابع السياسي والرد على التصريحات الغربية خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومن جانب بعض الدول الأوروبية المشجعة لأوكرانيا يعني يأتي للرد عليها فيما يتعلق بعملية التسليح عايز يقول أنه ما عندنا مشكلة في التسليح لأنه طبعا في الفترة الأخيرة خاصة بعد بعض اللقاءات التي أجرها الرئيس بوتين رئيس الروسي بوتين مع بعض الأطراف في المنطقة يعني في الإقليم في آسيا بالذات مع الصينيين مع الكوريا الشمالية مع الإيرانيين وغيره يعني أصبحت تشير أو تستخدم لدى الغرب بأن الروس لديهم مشكلة في إمدادات السلاح خاصة من الطائرات بدون طيار والذخيرة وأشياء من هذا القبيل السيد متفيذي يريد أن يرد بشكل قوي بأنه بلاده ليست في حاجة إلى الاستيراد أو ليست في حاجة للاعتمادها على الآخرين لديها مصانع قادرة على أن تزودها بكل أنواع الأسلحة وبكميات تتجاوز الاحتياجات الخاصة بالقوات المسلحة الروسية لكن أنا أعتقد أن استمرار الحرب هو مكلف للغاية ومجهد حتى للدولة وللشعب لأنه كل يوم المصانع محتاجة أنها تنتج زخيرة من مختلف الأنواع وتنتج موادات حربية وتطور أيضا يعني مسألة صعبة للغاية مسألة أنت استمرت حرب كل دي الشهور يعني أنت لست مجموعة دول مثل حلف الناتو أنت دولة روسية كانت امبراطورية في الماضي لكن اليوم أصبحت دولة مثل أي دولة صعب فيها أن تعمل على مدار الساعة لإنتاج كميات من الأسلحة ومن الضخيرة لمواجهة الحرب ما زلت أقول أن الأمر يتطلب الدخول في عملية سلام مرحلة سلام مرحلة حوار مباشر وأنا أعتقد أن المسبب الرئيسي هو مسبب اقتصادي بالأساس والدولة الروسية والدول الغربية أوروبا وأمريكا كل هؤلاء ينبغي أن يجلسوا حول الضاولة لحل المشكلة قبل أن تتفاقد لأنه يعني إذا ضغطت على طرف ما واستمرت في الضغط سينفجر في نهاية المطاف وهذا أمر لا يريده أحد يعني لا أحد يريد أن نرى قتال بأسلحة متقدمة للغاية مثل الأسلحة النووية لأن هذا سيؤثر بالسلب على كل الناس على الكرة الأرضية خاصة في منطقة الحرب وما يجورها يعني إحنا لسنا بعيدين عن الحرب الروسية الأوكرانية لو انفجرت صواريخ نووية فالرياح يمكن أن تأتي بالغبار الذري كل هذه المسافة مرورا بتركيا والبحر المتوسط يعني أمر في غاية الصعوبة ويعقد المسال الاقتصادية لهذا ينبغي على الطرفين الروسي والحلف الناتو يعني الحرب ليست بين روسيا وأوكرانيا فقط الحرب بين روسيا وحلف الناتو حلف الناتو حلف غربي في الأوروبيين وفي الأمريكان على هذين الطرفين يجلوس حول الطاولة لحل المشاكل المشاكل تتعلق في رأيي كما قلت بالغاز الروسي بالتحديد ومشروعات روسيا في أوروبا ومحاولاتها لتزويد أوروبا والإنفراد بها وطبعا هذا أمر لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي على الطرفين الجلوس وتقاسم المصالح الاقتصادية وتقاسم المكاسب لأنه لا يمكن لطرف واحد أن يفرض سيطرته بشكل كامل وأن يفرض مصالحه الخاصة والآخرين يعني يظلوا يتفرجون عليه يعني لابد من رد فعل لهذا أنا أدعو إلى من خلال قناتكم الموقرة ومن خلال رؤياتكم إلى ضرورة تغليب السلام أدعو هذه الأطراف لعظم التفاخر بإنتاج الأسلحة ومحاولة التفاخر بإنتاج السلام والحوار والمباحثات نحن نتمنى أن يكون السلام موجود في كل عالم مش روسيا أوكرانيا بس بنشكر حضرات جدا بنشكر الكاتب الصحفي الأستاذ عبدالسطار حتيتا مشاهدينا الكرام إحنا كده خلصنا فقرتنا الصحفية هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني ترجمة نانسي قنقر